جمال كوية بسم الله الرحمن الرحيم حلقة مهمة حلقة تاريخية هنتكلم فيها عن أخبار مهمة تخص القلعة الميضاء ومرتضى منصور يشن هموم على شمير نيجي بقى أصدقائي المشاهدين لمفاجئة الكرن مرتضى منصور يتحدى شمير ويشكو فيه الهيئة الوطنية للإعلام طيب إيه اللي حصل باختصار كان عارفين إن فيه خلافات شريدة جداً من شمير ومرتضى أو مرتضى وشمير تمام ومصدقائي شمير ما يتقال شي اسمه ما علينا فالخناقة قدت إلى خناقة يعني انكشفت لكل الناس وليس خناقة عن طريق التصريحات يعني مقت فيها إجراءات من مرتضى منصور ضد شمير طيب إيه اللي حصل مرتضى منصور راح للشركة الوطنية للإعلام اللي بسك القنوات وقال أنا هسحب الدوري هسحب المباريات الزمالك في الدوري والمطلاط يعني عمتاً من قل له ليه قال له عشان نشغل فيها شمير وشمير عمال كل شوية يعضي أول بالنسبة زمالك وبيقول أخبار أهساساً يعني مفروض ملوش حي علاقة بيها ماشي يقول الخبر وخلاص هو مفروحة مفروض كده يعني لو هتعلق تعلق ما يكونش فيه تجاوز إنما ده تجاوز بيقول شمير أني آآ كان طالع في الراديو وعمال يقول أني نادي الزمالك هيجرب محلات بمدة غير قانونية لأني لما تكون المدة لغاية ما ينتهي آآ فترة فترة العاد فيها مطالبة الصور في الانتخابات لغاية لغاية انتخابات لانتخابات الزمالك ما تحصل علي الخير تمام ولكن إنما انت ما تعرفوش شمير الزمالك هياخد موافقة رسمية بهذا الكلام بحيث يبقى كل شيء قانوني مية في المية ولكن أنا عارف دماغك نجيبها منين ولكن من الممكن انتلاقي مباراة الزمالك مسحوبة من أونتايم اسبورت في الفترة القادمة بدأت من مباراة المقاولون لو مرتضى منصور عمل كده بصراحة يمشبوه ولكن لسه نفيش إجراء رسبي الموضوع كله تهدينات مرتضى منصور لجنعب يضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا كده كرويا مرتضى منصور طالع وبيهدد يعني الحلقة دي تهديدات ولكن الموضوع ده مش تهديد ده قرار رسمي وقرار مصيري في الدورة المصري مرتضى منصور يتحدى عامر حسين وبيقولوا الدوري هيستمر وعلى جثتي الدوري يتأجل وبيقول كمان اني الصفحات اللي كانت بتشتم عايزة على فرد فعلهم على مباراة الزمالك وحرص الحدود مش بيتكلم مش بيشتموا ليه انا بس عايزة اقول حاجة كده بسيطة لكل الزمالك ويهد ما تسمعوش لهؤلاء الصفحات اللي عمالين كل شوية يشتموا عمال على بطال وطبعا كلنا عارفين صفحات دي كلها من اللي بيشغلها واكمل مرتضى منصور حديث وإزا ما لاكملوش علاقة بموضوع كاس العالم للأمدية واحنا عايزين نلعب الدوري والدوري هينتهي في موعدك والله عاش والله مرتضى منصور وحش بطل هديجي بقى جنعان لأزمة يعني ولكن الحمد لله مش في الزمالك أزمة في بيرامت معينة بصراحة كنت تتمنى تكون الأزمة دي في الأهلي ولكن حتى لو كانت في الأهلي محدش كان يتكلم عنها بنسبة لبيرامت بيرامت يعيش لحظات سيئة للغاية وسالم الشمسي مالك ناني بيرامت أو صاحب ناني بيرامت الاشتراه من تورك الشيخ قد يلجأ إلى حل بيرامت على أيد تورك الشيخ وتحويله من الأسيوتي سبورت إلى بيرامت أو إلى هرام ولكن الآن مع سالم الشمسي يعيش أسود أيام حياته وأسود أيام حياته المالية حيث المدير الفني اليوناني تاكيس يونياس والجهاز الفني والداري ما بيقبضوش الفلوس ما بيقبضوش فلوسهم ولو نهاية الموسم بيرامت ما بيقبضوش على أي بطولة سوف يلجأ سالم الشمسي إلى حل الناني وبيعه وتتهي قصة بيرامت هو ده الناني اللي نفهوش جبهير وفي الجوم تنفع النجوم من غير الجمهور لا تنفع الجمهور من غير العيبة والجوم لا تصريحات أحمد حسام ميلو بعد مباراة الزمالك وحرس الحلود علق أحمد حسام ميلو قال مباراة عنوانها روح البطن من يفكر فيه أن الزمالك سوف يفرط سمطولة الدوري مخطئ بس سألت الناس كلها تفهم كده سأستاذ أحمد حسام ميلو وأضاف أحمد حسام ميلو في تصريحاته الزمالك لديه لاعبين وجهاز فني مميز يبحثون عن تحقيق المطولات ومطولة الدوري المصري التالسة على التوالد والله أتمنى بإذن الله الدوري في بيت عقبة عزيز الزمالكاوة عشان ما حاديش يضحك عليك ويقولك إن فيه أزمة في الزمالك بسبب إمام عشور الأزمة زيزو زيزو مستلمش الجيزة بتاعة المباراة بتاعة رجل المباراة ولكن اللي حصل كالتالي اللي حصل إن زيزو راح على غرف خلع الملابس لأنه هو قاعد يستنى راح حد الحتة اللي بيستلم منها الجيزة ما كانش في حد قاعد فضل بستنى كتير وبعدين راح على غرف خلع الملابس مغير ونلبس التنينج وكان خلاص هيمشي مع الفريق ولكن فوجأ إنه بيكلموه ويقولوله انزل عشان تتصور وتستلم الجائزة وقال لهم طب أنا غيرت والبيست التنينج قال له اللي بي انزل بي قال له لا لازم بلبس المباراة وبالتالي قال لهم أنا مش هدل ويه مش هغير مرة تانية انتصار ممدوح عباس على مرتضى منصور نهائيا موضوع مرتضى منصور انتهى مع الحجز على أرصدة الناري الكلام بالتفصيل كان مرتضى منصور قد بستشكال على الحكم الصادر من المحكمة بالحجز على أرصيد التنيني الزمالك في البنوك ونالي الزمالك كان طبعا عارفين القصة اللي بانضوح عمسك الحجز على الفنوك منصور منذ فترة ولكن النهاردة انتهت القصة وأصبح الأمور شبه مستحيل و المحكمة المقامة في عبدين محكمة الأمور مستعجلة رفضت الاستشكال المقدم من رئيس الناريس الزمالك مرتضى منصور ضد الحكم الصادر لصالح ماندوح عباس رئيس نادي الزمالك الصادر وصاحب العشرية السوداء بالحكم صادر له بالحاجز على رصيد الزمالك في البلوك والله أنا تعبت تعبت من قطر التعليق وياكيد كل الزمالك وياكيد كل الناس عارفة القصة منولها الأخيرة ياليد بقى الناس كلها كده تعلقلي في التعليقات وتقول لي ايه الحل نعمله معاه عشان نخلص من الموضوع ده ولكن مهما كان الأزمة الزمالك واقف على رجله وبإذن الله الزمالك هيبقى دايما محدش يدر يوقعه الزمالك بإذن الله هيجيله فلوس وأولها فلوس اللي يربط على المحلات والشركة الرائع وبعدها فلوس كهربة وبإذن الله الزمالك يوقف على رجله هشوفكم على الف خير يا زمالك لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة كل واحد يشوف الفيديو وانزل يعمل لاك الجميل والاشتراك الأجمل قد ينا مفكركم وبإذن الله أنا وافق إنكم مش هتغزلوني وهتصرحوني عشان أقدر أن أتظلوكم فيديوهات باستمرار ترجمة نانسي قنقر